أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد و بأخبار جديدة عن الأبراج و بهذا الفيديو راح نعكي عن الأسبوع الثاني من شهر تاموز يوليو وتحديدا من 9 ل 15 تاموز يوليو هاي الفترة و راح يكون الأمر بتوقعات يومية طبعا راح يكون يوم الأحد و الاثنين بمرج الحمل ثلاثاء و أربعاء بيئة ثور أما بالنسبة للخبيش الجمعة و السفر راح يكون بالجوزاء يعني تنقل كتير بطيء للأمر بين الحمل التور والجوزاء خلينا نشوف كيف تأثيراته راح تكون على الأبراج 12 و نبلش بمولود الحمل مولود الحمل الأجواء معك يا مولود الحمل بداية أسبوع الأمر عندك الأحد و الاثنين فحاول تستغل هدول يومين كتير منيح لأي مبادرة أي قرار أي إشي مهم الأحد و الاثنين بدعموك بشكل كتير كبير لتعبر عن حالك لتنجح وتسمع أخبار حلوة الثلاثاء و الأربعاء بتكون الأجواء شوية مملة هادية بدك تدير بارك شوي من كسلك فيه ممكن فلوس تجيك وبالنفس الوقت فيه كمان فلوس تطلع من جيبتك لمصاريف كتير أما الخميس والجمعة والسلفة بترجع على نشاطك أجواء جيدة للدراسة للعمل وأيضا للسفر مع الكثير من الدعوات الاجتماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم من الخميس وحتى مساء يوم السبت من الحمل من روح لأ الثور و يوم الأحد و الاثنين بدك كتير بارك مود التور على كل أمورك و قراراتك لأن الأحد و الاثنين بتواجه فيهم بعض المشاكل وبعض التعطيلات على النطاق العمل وأيضا على النطاق الشخصي بتتراجع صحتك وبتشعر بقلة نشاط أما الثلاثة والأربعاء فهم أجمل يومين بالأسبوع وبالأجمل يومين بشهر تموز يوليو فحاول تستغلهم بأي موضوع مهم بقرارات بمبادرات أجواء جيدة عمليا اجتماعيا في بعض الأخبار السرة والأحداث الدائمة أما الخميس والجمعة والسبت فتكون الأجواء رائعة و بدك يدير بارك عفلوسة خلال هذه الفترة يا مود التور مع بعض الكآبة ممكن تأثر عليه خلال ألتينيات الأسبوع وتحديدا من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت من الثور إلى الجوزاء ومولود الجوزاء الأحد والاثنين بتكون الأجواء هادية يعني الأمور تمشي بشكل روتيني شكل اعتيادي ما في أي شي ضدك بالعكس الأمور تمشي بشكل جيد لدعم أمورك العملية والعاطفية والاجتماعية لكن تنتبه بس من الثلاثة والأربعاء يا مولود برج الجوزاء حاول تبتعد عن المشاكل هادول اليومين بيحقوا على بعض الأحداث وبعض الأخبار ممكن تترك وأيضا تشعر هيك ببعض التعب وبعض التوتر أما الخميس والجمعة والست في الأمر عندك فحاول تستغل هادول الثلاثة أيام لأنها تكون الأجواء جيدة ودعمة لك بشكل كتير كبير مع بعض الأخبار السرة والبرامج الاجتماعية مع شعبية واضحة على مولود الجوزاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجوزاء إلى السرطان ومولود السرطان أنت الأقل حظ صراحة من بين كل الأبراج فحاول تدير بارك مولود السرطان على كل أمورك وقراراتك فالأجواء لا تبدو جيدة خلال هذا الأسبوع وتحديدا يوم الأحد والاثنين في عندك بعض المشاكل العملية في بعض التوتر في بعض الضغوطات ممكن تتأخر بشغلك لأحد واثنين ما رح يكون أي أحداث عندك على الأمور الاجتماعية أو ما رح يكون تركيزك على الأمور الاجتماعية والعائدية هلأ هي فترة الراحة خلينا نحكي لمولود السرطان رح تكون تلاتة والأربعة فخلال هذول اليومين حاول أنك أنت تعمل كل شيء مهم أي شيء بالدكية تتحسن أمورك أجواءك وأيضا نفس إيدك لكن بترجع الأمور التي تتوتن من الأول وجديد الخميس الجمعة والسبب بوجود الأمر بالجوزاء فهو مولود السرطان بدنا نستخدم الغيارات العكسية ما بدنا نقضي قرارات وضعنا هذه الأسبوعها تكون متعبة مع بعض الأحداث وبعض الأخبار الممكن اتوترك وتزيدك عصبية مولود الأسد صراحة مش كتير أحسن من السرطان وبدو ينتبه من قراراته الأحد والإثنين ما يكون متهور حتى بقيادته للسيارة وبكلامه مع شريك حياته يوم الثلاثاء والأربعاء يومين ضاغطين جدا على ناحية العمل فبدك تدير بعلك مولود الأسد على شغلك على قراراتك العملية فتبدو الثلاثاء والأربعاء فيهم أجواء متوترة وغير مريحة حاول تبتعد عن المشاكل قدر الإمكان ضمن نطاق عملعك أما الخميس والجمعة والسبب فبتكون الأجواء مريحة وهدول أفضل ثلاث أيام بالأسبوع هذا هي مولود الأسد فحاول تركز عليهم بالقرارات العملية بالأجواء الاجتماعية وأيضا دعم وضعك العاطفي مع وجود بعض البرامج الاجتماعية الجيدة خلال عطل النهاية الأسبوع واللي ممكن تسليك وتعوضك عن التوتر اللي صار خلال الأسبوع مولود العدراء الأجواء عندك جيدة لأحد والأثنين في عندك نشاط واضح لإنجاز الأعمال لإنجاز الأمور الهامة يومين جيدين على النطاق الاجتماعي شعبيتك ترجع في بعض الأخبار السارة ولكن الثلاثاء والأربعاء من أن ننتبه مولود برج العدراء على قراراتنا حاول نبتعد عن العدوانية خصوصا بقراراتنا الشخصية وبعلاقاتنا مع الناس اللي حوالينا أما الخميس والجمعة والسبب هم أصعب يومين أو أصعب ثلاثة يام بالأسبوع وجود الأمر بالجوزة بيوتر أعمالك وبيخلي الأجواء العملية متوترة مع بعض المشاكل أتأخر بمكتبك وأيضاً فيش عندك أي برامج أو دعوات اجتماعية وإذا كدير بالك أيضاً بكلامك مع شريك حياتك إلى مولود الميزان والأجواء ببداية الأسبوع رح تكون شوي متوترة الأحد والأثنين رح يكون في عندك بعض المشاكل ما في عندك رح يكون راحة الأحد والأثنين حاول أنك تبتعد عن أي شيء ممكن تضر لك مولود الميزان عن قرارات ممكن تكون مش بصالحك إذا تنتبع صحتك وعلى مساجك الثلاثة أو الأربعاء بتتحسن أمورك ترجع لوضعك الطبيعي فيه نشاط واضح لإنجاز الأعمال المتراكمة وبيكون في عندك بعض الأخبار الجيدة على نطاق العمل أما الخميس والجمعة والسبت فهون في عندك انشغلات واضحة بالأجواء الاجتماعية في عندك بعض الدعوات دير بالك فقط خلال أثنين الأسبوع على قيادتك يا مولود الميزان وأيضا على وضعك العاطفي الممكن تفتر ابتداء من المساء الخميس وحتى ظهر يوم السبت مولود العقرة بأجواء جيدة الأحد والأثنين وفي عندك كارزمة وحضور قوي بتنفذ كل أعمالك بشكل جيد ممكن بدك تدير بالك على وضعك الصحي الأحد والأثنين وتنتبه أيضا على وضعك العاطفي الثلاثاء والأربعاء أصعب يومين بالأسبوع بل أصعب يومين بشهر تموز يوليو فبدك تدير بالك مولود العقرب على أمورك قراراتك وعلى أي شيء ممكن تعمل الثلاثاء والأربعاء بتواجه بعض الأخبار والأحداث ممكن توترك بشكل كتير كبير أما الخميس الجمعة والسبت فالأمور ترجع لا نصابها وهدوءها أجواء جيدة عن طاق العمل في عندك اهتمام أكثر بالأمور الاجتماعية خلال الثلاثة نهاية الأسبوع وأيضا بتتحسن أجوائك العاطفية على ما كانت عليه من بداية الأسبوع من روح للمورود القوس والأجواء رائعة من الأحد للأربع يعمل بدك أيام وضع القوس من مبادرات من قرارات من أجواء جيدة عن طاق العمل من أبواب مفتوحة على النطاق الاجتماعي فوضعك ممتاز خصوصا الأحد والأثنين إذا بدك تعمل أي شيء مهم على النطاق العملي أو على النطاق الاجتماعي الثلاثة والأربعة بدك تضع أجواء جيدة عن طاق العمل لك بدك تنتبه على وضعك الصحي ابتداء من مساء يوم الثلاثة وبالنسبة لصباح يوم الخميس الجمعة والسبت هي هاي الفترة الصعبة موضو القوس بدك تدير بالك الأمر بالجوزاء يعني هون فيه شغلات ممكن تكون ضدك ضد قراراتك ضد أعمالك حاول تنتبه على كافة أمور خلال الثلاثة الأسبوع يا مورود القوس وتبتعد عن المشاكل عن التوتر وعن الكابة ما نروح لها مورود الجدي هو بداية الأسبوع رح تكون متوتر عندك مورود الجدي خصوصاً أحد والإتنين فحاول تنتبه فيهم على صحتك على قراراتك العائلية وعلى أمورك الشرحصية بشكل عام لكن ما تبقى من الأسبوع من الثلاثة للسب الأجواء مخيفة جداً يعني مخيفة بشكل إيجابي ولسا بشكل سلبي يا مورود الجدي فالترثة والأربعاء الأمر رح هيكون بالتور فهذا رح تدعمك بحضوظ أجواء جيدة وأخبار داعبة حتى الخميس والجمعة والسب تضل عندك كارزمة حضور قوية العديد من دعوات الاجتماعية ممكن تكون في عندك بعض النجاحات العملية والضغوطات ولكن أهم شيء أنك تنتبه على صحتك ابتداء من صباح يوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت مروح لأ الدلو والأجواء النشطة عندك يوم الأحد والإتنين فإذا بدك تعمل أي شغل لها علاقة بالعمل بالأمور الاجتماعية ممكن عندك دراسة رح يكون في عندك نتائج جيدة مورودة الدلو فلأحد والإتنين نشاطك فل الفل وضعك تمام تمام لكن الثلاثاء والأربعاء هون هدول اليومين هم الأقل حظاً بالنسبة لإلك واللي فيهم شوية اهتمام بالعيلي لبعض المشاكل أو الاهتمام بالصحة لكن ما تبقى من الأسبوع مورودة الدلو رح يكون رائع الخميس والجمعة والسب الحضوض رح تدعمك أجواء جيدة مبسوط مرتاح في عندك بعض الأحداث الدائمة والأخبار الجيدة ورح تكون أنت من أكثر الأبراج حظاً خلال هذا الأسبوع يا مورود الدلو أخيراً الحوض الأجواء مملل الأحد والإتنين يعني ما بدك تشتغل ما بدك تعمل أي شي الأحد والإتنين في عندك شوية تقاع سوى دائك العمال لك انتقادات من رؤسائك بعض المصاريف المالية ولكن الثلاثة والأربعاء رح يعودوا هالكسر اللي كنت فيه ببداية الأسبوع الأجواء جيدة ونشطة عن ناحية العملية الدراسية وربما يكون عندما وليد برج الحوت سفر خلال يومي الثلاثة أو الأربعاء لكن الخميس الجمعة والست ترجع لا توترك مورود الحوت خصوصاً العيلة رح ممكن تغير لك برامجك الموجودة لنهاية الأسبوع ممكن يكون في عندك بعض الاهتمام بالبيت صحتك ممكن تكون كما متراجعة دير بالك مورود الحوت على قراراتك الشخصية من مساء الخميس لظهر يوم السبت هاي كانت أخبارنا وأخبار الأسبوع الثاني من شهر تموز يوليو من 9 إلى 15 تموز يوليو نتمنى لكم أجواء إيجابية وجيدة وإلى اللقاء إن شاء الله بفيديو جديد